احكي احكي يا معظم حاضر هو زي ما كانت نانسي بتقول حياته مش كانت عبارة عن مأساة واحدة لأ حياته عبارة كان يعني أكتر من مأساة ليه بقى؟ ليه بقى؟ خلينا نبدأ الأول من اللحظة بتاعة الميلاد بتاعته هو تولد وحظه الحلو والأب وأم الاثنين ممثلين ومطربين فخد من الاثنين القدرة على إنه يبقى ممثل ويبقى مطرب ويبقى مقلد يعني بيعرف يقلت حلو قوي وصوته حلو قوي ويبقى ممثل حلو قوي لكن مشكلته إن أبوه كان دايما في مشاكل مع الأم لأنه بيشرب كتير جدا فأنت بتشرب كتير مش هتعرف تشتغل فمش هتعرف تشتغل مش هتعرف توفر لنا فلوس والمشاكل اليومية وصلته من مرحلة إنه خلاص نتطلق وكل واحد فينا بقى يعيش حياته طيب الولاد هيروحوا فين؟ شارلي وأخوه سيدني فالأم قالت أنا هاخده ما أتكفل بيه ورفعت على الأب قضية نفقة عشان تاخد فلوس النفقة دي تصرف بيها على الولاد فخسرت القضية فبقى مفيش قدامها أي حل غير إنها تشتغل فاشتغلت الأم لسه يعني يدوب بتحط رجليها على أول طريق الشهرة والنجومية جالها مرض في الحنجرة بقى ويخلي صوتها عامل زي الألة اللي بتقطع يعني تتكلم كويس جدا وفجأة الصوت يختفي وبعدين يرجع تاني فاصحاب المسارح مش عايزين حد عبق عليهم أنا عايز حد فقرة تجيب لي جمهور لكن هي الفقرة بتاعتها وصلت لمرحلات إن الناس بقت تتاريق وتقعد تجتمها فهي تقول مش مشكلة أنا هستحمل عادي فضلت على هذا الحال خمس سنين عمالها بتضطرد من مصرح إلى مصرح من مصرح كبير طبعا لأقل لأقل حد ما راحت مصرح يعني يدوب كل اللي فيه ما يجيش 30-40 كرسي فهو في الخمس سنين دول كان بيروح معاها يوميا فبقى يلقط كل الفقرات ويقلد كل اللي بيشوفه فجات أمه في يوم دخلة بتعمل النمرة بتاعتها فكل اللي عاديين في المصرح قاعدوا يحدفوها بكل الحاجات اللي موجودة معاهم في المصرح وشتيمة وبتاعه وطرد لحد ما قولوا احنا مش عايزين فمدير المصرح شايف شارلي وقف في الكواليس عمال ينط ويقلد أمه فقاله بقولك ايه ادخل انت بدلا فدخل عمل الفقرة اللي هي كانت بتعملها واكتشف ان بعد دقيها واحدة الناس بدل ما كانت بترمي أمه بالأزايز بترمي بالفلوس فمدير المصرح دخل يجري وجاب مع عمل ديل كبير عشان يلم الفلوس اللي خدأ وطلع فشارلي طلع يجري وراه وقاله انا مش هدخل اكمل إلا لو خدت الفلوس دي بديتها الأم فطبعا الأم بقى بالنسبة لها انا مش قادرة اجيب فلوس لكن الطفل اللي عنده خمس سنين ده بدأ يجيب فلوس طب خدوه شغلوه قالولها لأ مش هينفع اني شغلوه لانه لسه صغير ففضلت الأم تقاوم وتتنقل بالعينين الاتنين من شقة كبيرة لشقة صغيرة لحد موصل الحال ان هم عايشين في قوضة وبعد ما كانت بتبيع الحاجات اللي هي رفاهية عشان تصرف بيها على الأولاد بقت بيبيع الأساسيات فاتبقى في الشقة كلها شنطة فيها اللبس بتاع المسرحيات بتاعتها يا له وهي محتفظة بيها لسبب واحد ان هي مقتنعة انها هترجع في يوم من الأيام لمجدها وترجع تشتغل تاني فما فيش شغل فراحت استلفت فلوس ودفعت مقدم عشان تشتري مكانة خياطة وتحاول كل فين وفين تجيب أي فستانة أو أي حاجة تخيطها عشان بس تقدر تجيب لهم أكل وبيقول شارل شابلين في مذكراته ان احنا الأيام اللي كان بتوصل بينا الحين احنا مش لقيين هدوم نلبسها كانت بتطلع من هدوم المسرحيات القديمة وتفصل لنا لدرجة ان انا وسيدني في مرة قلنا لها الجزم بتاعتنا تقطعت مش عارفين نمشي بيها فجابت الجزم بتاعتها قسرت الكعوب وقتلهم نلبسوها وطبعا يمشوا في الشارع تريقة للصبح اللي لابس جزمة بتاعت ست واللي لابس لبس ست متأيف ومتفصل لكن هو باين ان هو لبس ست فهي وصلت لمرحلة انها مش قادرة حرفيا تصرف عليهم فجران اقول لها بقولك ايه ما توديهم الملجأ الملجأ يصرف عليهم محسن فبعتت لاتنين الملجأ وبدأت بقى من اللحظة دي ايام الوحدة في حياة شارلي شاب لان هو اخوه اكبر منه فاخوه دخل مع الولاد الكبار وهو شارلي قاعد مع العيال الصغيرة بيعد الايام بس عشان يطلع من الملجأ اللي هو فيه يعني هو بالنسبة له حياة الفقر اللي عايشها دي اللي كان بتوصل في ايام انهما ما بيلاقوش شكله حرفيا ده منسبة له مش مشكلة بس ما بقاش عايش وحيد عشان كده امه بعد كام شهر لما راحت الملجأ وقيت لهم تعالوا بقى خلاص انا لقيت شغل وقدر ارجعكو كان في منتهى السعادة اللي في الدنيا وهو عارف انه هو راجع لأيام شاء وفقر فرجع يدوب شهر والست تحجز على كل الحاجات اللي كانت عندها بما فيها مكنة الخياطة اللي هي شريعة بالتأسيط فاضطرت ترجعهم الملجأ وبعد شهرين جالهم برقية انه اموكو تجننت ودخلت مساحة نفسية نعيني فبقى هو مش عارف هيعيش ازاي وهيكمل ازاي بقية حياته فقدرت الملجأ بعتت له هو واخوه وقالت له ان المحكمة حكمت للأب ان هو يتولى تربيته وبناء عليه انتو الاثنين هتنتقلوا للإقامة مع ابوكو طب ابوهم دا متجاوز واحدة تانية فقالوا لأ احنا يعني مش عايزين نعيش مع اهل ان احنا مش ضمنين هتعاملنا ازاي فقالوا لأ هو كده كده كاتب تعهد ان انتو هتتعاملوا معاملة كويسة جدا فراحوا الاثنين بقى وفي دماغهم الاحلام بتاعة المعاملة الكويسة جدا فاكتشفوا ان الست بتقولهم انتو ملكوش مكان في البيت هتناموا برا البيت يعني انا هدخلكوا البيت طول اليوم انا ما عنديش مشكلة لحظة النوم انا ما عنديش مكان تناموا فيه فهناموا برا في الجنينة فبقى ينام برا في الجنينة طب هناكوا ليه تقولهم والله لو لقيت اكلت بقى هابعتلكوه ما بقاش خلاص وبقى في الايام اللي ما فاش اكل عشان ما يحسش بالجوع بقى يطلع يتمشى يشوف المطاعم عشان بس يشم ريحة اي اكل اقول انا مش عايز انسى يعني شكل الاكل ماشي الريحة بتاعت الاكل مش عايز انسى ابو بابا كان فين في القصة دي مع بابا ما قضيها بقى خمرة وصكر ولعب فمش فاضلهم يعني كان بيرجع البيت كل كم يوم يعني بقول انا في حياتي كلها شفته كم مرة يتعدوا على الصوابع وكانت تعامله معاملة معاملة مناطر قب مرات القب اللي هو انت تمسح البلط تشوف احنا محتاجين ايه تروح تجيبه ويوميا تتفنن في ان هي تزله هو اخوه نعم هو ايه هو مش عارف هي يعني انا بيقول انا بعقلية الطفل انا مش عارف انا عملت ايه يعني انا افهم ان انت بتعمل معايا ده لان انا مثلا عملت غلطة كبيرة في حقك لكن انا ما عملتلكيش حاجة طب انت بيتعقبين الاقاب ده كله ليه؟ فبرضو فضل يستنى امه انها ترجع امه انها ترجع بعد سنة ونص من هذا العذاب المتواصل خرجت الام من المصح وراح اتخذته هي هو اخوه ودخلته بقى المدرسة وفي المدرسة بدأ اول مرة يمثل مش يمثل حبا في التمثيل حبا في بطلة الفرقة يعني داخل المدرسة فحب البنت اللي هي بطلة فريق التمثيل فهيوصل لها ازاي؟ لازم يبقى جنبها ليه ونهار فدخل يمثل معه فلما دخل يمثل اللي بجابهم ده عنده فرقة رأس فقال له انا شايف ان انت جسمك خفيف وبتعمل استعراضات كويسة ايه رأيك تيجي تشتغل معايا طبعا قال فرصة يعني فرصة توفر لنا اي اكل يعني كان الرفاهية بالنسبة لهم ان هم ياكلوا العيش وسامنة ان العيش ومعا حاجة مش 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 ان احنا نجيب لحوم وطيور انا عايز اغيف العيش ولو ما حد تتسامنة يبقى احنا كده ربنا كرمنا من واسع فراح اشتغل مع الراجل اشتغل معه بالزبط اسبوع والراجل حصله ظروف فحل الفرقة فراح قدم نفسه الفرقة تانية فقال له هتشتغل دور صغير فقال له مش مشكلة انا هشتغل اي حاجة في نفس الوقت اخوه جاء له شغل على مركب فقال خلاص يعني كده الدنيا بدأت تتحك لنا تاني فاكتشف انه امه بدأت تمشي في الشوارع للمرة التانية وتقول اي كلام وتحد في الناس اللي ماشية بالحجارة فاخدوها حبسوها الاول شوية ولما عارفوا انها مخاة على قدية يعني زي ما بقولوا امه مدينها المستشفى فاخوه بقى في البحر وامه في المصحة النفسية وهو عايش في الشارع ما عندوش اي مكان يشتغل فيه فطبعا خرج من المستشفى واهل بقى اعتمد على نفسي اشتغل ايه بقى؟ راح اشتغل عند عطار ووظيفته انه هو يوصل الطلبات للناس اللي بتطلبها تاني يوم الراجل قاله لا انت ما تنفعش انت بطيء وحركتك مش سريعة ومش هتنفعني فراح اشتغل خدام في فندق تالت يوم حصل عليه مؤمرة من الناس اللي شغالوا قالوا الواد ده دمه خفيف والناس بتحبه وبيتدوله فلا اده بخطر علينا تردوه راح اشتغل في عيادة وفي العيادة دي هو بيعمل كل الشغل حاجة واحدة بس ما بيعرفش يعملها ان الشبابيك بتاعة العيادة طويلة ارتفاعها تلاتة متر فهو ما بيطولش ينظفها فمن كتر ما الشبابيك بقت مش نظيفة صاحب العيادة قاله لا انت ما تنفعش وما بتشتغلش فطرده فراح اشتغل حاجة اسمها نافخ زجاج ده اشتغل حاجات كثيرة قابل ما هو بيدور على اي حاجة تجيب له فلوس الازاز زمان كانوا ينفخوه كده بينفخوه بحاجة طويلة كده عشان تعمل الشكل الدائري ده فمن كتر الحرارة هو ما استحملهاش اغمى عليه فبعد ساعتين قاله لا انت مش هتنفع في الشغلانة بتاعتها لي فوص ما هو عمال يدور ويقاوح ويعرض نفسه من هنا على هنا جاله التهاب رئي قوي بيقول انا وصلت في مرحلة من مراحل في الفترة دي وعايش في كوخ يلا هوي معايش في شقة بقى ولا قوضة لا او عايش في كوخ واستطف مرة ارنب كده بقى الارنب ده هو اللي بيسليه حتى بيقول يوم ما مات الارنب ده كان من اسود العنف حياتي لان ما عادش حد عرفه وصا انا بنتكلم اللي احنا بنتكلم عن شارلي شابلين اللي بيدحك الناس بكلمة واصعب انواع الكوميديا للكوميديا اللي هي من غير ما تتكلمي زي ما تغير ما تتكلمي فمن غير ما تتكلم ساعة انت بداحك الناس في ساعة وفي مرحلة تانية قادر ان انت تدحكني وتبكيني في نفس الساعة فهو وسط ده كله وصل لمرحلة انه مش لاقي علاج انه مش لاقي حد يهتم بيه انه حس انه هو بقى عبق على الدنيا فقرر انه ينتحر وبقول انا حاولت انتحر اكتر من مرة مش مرة وفي كل مرة يتراجع وبقول لا يعني اكيد وسط الظلمة دي اكيد هيبان نور في الاخر فكمل فاول ما اخف وحس ان هو يعني بادئ شد حيله وقال طب انا ليه ما بدورش بالحاجة اللي انا بحبها ما انا يمكن لو اشتغلت الشغلانة اللي انا بحبها انجح فيه وفي نفس الوقت اجيب فلوس فبقى يروح للوكالات التمثيلية اللي هو زي الرجيسير دلوقتي ويقول له انا كنت بمثل زمان مع امي وابويا وامي وابويا فلان وفلانة فيعني شوف لأي دور عنك فطبعا مرة تصيب مرة تخيب مرة حد يقول له طب تعالى بكرة طب تعالى بعد بكرة لحد ما راح عمل مسرحي ودوره كان فيها قطة قطة؟ كان بيعمل دور قطة يعني ايه بيعمل؟ دي اوه مرة يمسي في حياته قطة هيلبس المسك بتاع القطة ويطلع يعمل ان هو دور حيوان ما عدي في غابة فبرضو مش مش ده الطموح يعني انا اه عملت واشتغلت كلش بس مش في الاخر اعمل قطة فراح كلم المخرج فقال له طيب انا عندي لك دور حلو هرقيك هتعمل راجل عجوز عنده تسعين سنة طب هعمله ازاي قاله ما احنا هنعمل لك مكياجه ونركب لك بروكة فجايبين له بروكة واسعة على راسه هو راسه صغيرة وجسمه قد كده فداخل اول مرة في العرض فالبروكة واقت فالناس ضحكت فطردوا من الفرقة طب انا مالي ما انتم اللي جايبين ففضل على هذا الحال لحد ما راح عمل مسرحي المسرحيات كلها فشلت والنقاط كلهم كتبوا ان المسرحيات فشلة وما فيهاش غير حاجة واحدة بس مضيقة طفل صغير اسمه شارلي شاب وان الطفل ده قد يبدو انه ممكن يبقى ليه مستقبل في المجال ده هو سمعي الكلمتين وبدأ يطور نفسه بقى ويشتغل على نفسه زي ما بيقوله ويروح في مرة ويضطر ديقول لا مش مهم خلاص انا هكمل في المجال ده لحد ما جيب يعمل عرض فالعرض ده قاله احنا مش هنقارده بس في لندن او في بريطانيا كلها يعني احنا هنروح نقارده في امريكا فراح امريكا عرض في عرض في عرض فلاقى حد من استوديو جاي بيقوله احنا عايزينك تشتغل معا هشتغل ايه قالوله هتشتغل سينما قالوله بس انا ما اشتغلت السينما وما جربتش قالوله لو عملت الكاراكتر حل نضمن لك ان انت تدخل السينما دي ما تخرجش طب انا هعمل الكاراكتر ايه قالوله فكر وشوف انت برحبك وقاموا فتحلوا مغزن ملابس كبير وقالوله شوف بقى اللي انت عايز تعمله وعمله فدخل هو قاعد عمان يفكر اعمل ايه مش عارف يعني مش عارف فلاقى حاجة عامله فلاقى برنيتة كبيرة وبدلة ديقة وجازمة واسعة فامواخد دول كلهم لابسهم ولقى عصايا كده جنب الباب وخارج اما سكها جرب يعمل بها كده ويتحرك مين وشمال فلاقى نفسه عامل الكاراكتر اللي احنا شوفناه بقى والشنب ده كان شنب لا ده كان لسه ده كان لسه ما امتكروش فقالو له طب انت الكاراكتر ده عجبك يعني قالوه طب نوظفه ازاي يعني ده يبقى راجل مثلا صاحب مزارع وصاحب قالوهم لا يبقى راجل متشرد ما كانش لقى ياكل وكان عايش لوحده لقى شخصيته وده ده نوع من التكريم للي حصله انا عايز اتكرم نفسي ان انا استحملت 24 سنة زل وايهانة وجوع وفقر ما حدش يتحمله انه لدرجة ان الفقر يوصل بيه لمرحلة انه هو يفكر في الانتحار عشان انا عالي على العالم ده معناه ان هو كانوصل لمرحلة فقر يعني لا حدودة لا فقالوه طيب بس احنا يعني شايفين ان فيه حاجة ممكن تكمل اللوك ده احنا نتقل لك حواكبك شوية ونعمل لك شنب فالموضة في الفترة دي الشنبات اللي هي الكبير قوي بعريضة فدخلوه عشان يشوف الشنبات فاختار الشنب اللي هو الصغير ده ده اغرب شنب في الكون وما كانش منتشر بس لما عمل ده عمل بيه بصمة ده عمل له مشاكل مع هتلر بعدين بالمناسبة الشنب ده هتلر صح؟ تبدأ هتلر عنده نفس الشنب وده ما انا بقولك ده عمل له مشاكل ده وصل لمرحلة كانوا هيختلوه بسبب الشنب ده يعني اتخيل ان بل أدم يختل عشان شنب برضو نفس المشكلة انا ما عملتش زي مرات ابوه انا ما عملتش حاجة فاكره فيلم شنب النجعوي او فيلم تلاتين يوم في السجن لما قالوا شنب النجعوي القبيلة تحركت عشان الشنب اتحرق وقالوا احنا طلبين تعويض ده كان هيتقتل عشان الشنب وكان هيتطرد من أمريكا بسبب الشنب طبعا مش بسبب الشنب كشنب بسبب التداعيات اللي عامها لها من بعد الشنب فهو من بعد اللحظة دي يعني تخيل من بعد أول فيلم مش ان انت تبقى بطل في أول فيلم هو بطل في أول فيلم لكن انه يعمل تأثير من بعد أول فيلم ان يعملوا له تماثيل ويبيعقة في الأماكن الكبيرة من أول فيلم شوف ربنا والله كريم قوي يعني لأن الكاركتر مكانش موجود شارلي شابلين لما جم يكرموه قاله هو مش فنان هو مصطلح من مصطلحات السينما يعني زي ما تقول للسينما يعباره عن إخراج وتمثيل وشارلي شابلين وقاله إن أي مشاهد وأي محب للسينما هو مدين لشارلي شابلين أنت بتحب السينما إذن أنت مديون للرجل ده زوروا موقعنا الفاتي في دوت كوم تابع برامجك المفضلة وأحدث المسلسلات على قنواتنا اشترك الآن أو اتصل على الأرقام التالية ألفا قنوات الأسرة العربية